السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين النهاردة هنعمل مع بعض الحووشي هنعمل عجينة وهنعمل كمان الحشوة وهوريك كل حاجة بالتفصيل لو ما عندك يشغل نص كيلو او حتى ربع كيلو من اللحمة تقدر تعملي منها واجبة غدا حلوة كده محترمة والكل بحبها في البداية كده اضغطي لايك ولو انت مش مشتركة زي الاشتركي وتعالي نشوف عملناه ازاي وازاي طلع اللحمة كده من السوية من جوة والطعم حكاية يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بمقادير العجينة عندنا حوالي كيلو كيلو نص كده من الدقيه بصراحة ما وزنتوش هو شوية دقيه كده بالبركة جبت عليهم شوية مية وحوالي كوباية لابن لو عندك لابن رايب او زبادي تمام وعندي شوية ملح وعندي كمان شوية سمنة بيسيحوا على النار والخميرة بتاعتنا هحط الخميرة باكو خميرة فورية كده او لو عندك خميرة البيرة عادي ما فيش اي مشكلة خالص وحط الملح على الدقيه بحطينا الخميرة والملح وحط كمان شوية سكر علشان الخميرة تشتغل كده تمام وانزلت بقى بايه بكوباية اللبن او اللبن الرايب زي ما هو متوفر عندك ما فيش مشكلة خالص وهبتدي بقى اللي انا اعجن فيه وازود المية شوية بشوية لغاية هنا تمام كده يباحنا جبنة دقيه حطينا عليه الخميرة شوية سكر بعلاقة سكر شوية ملح الله مصرح لنا محمد نزلنا باللبن وهننزل بالمية بقى شوية بشوية وانبتدي ناجن عايزين هعجنة كده تكون ايه الله مصرح لنا محمد لا هي طريق قوي ولا هي متماسكة قوي يعني تكون حلوة في التشكيل معاك كمان هبتدي لنا اعجن وهعجن طبعا العجين وارجعلكم تاني علشان ما طولش عليكم ونص العجين كده هننزل بنص كباية من السمنة وده اخر مكون معايا في العجين هبتدي لنا ضيعة كويس قوي بقى في العجين واجن حلو وزي ما قلتلكم انا عايز عجينة لا هي متماسكة قوي ولا هي الله مصرح لنا محمد لاينا قوي انا عايزها سلسة كده تماشي معايا بسهولة وانا بفرد تمام هعجن العجينة بقى حلو قوي وارجعلكم طبعا مش هحط حاجة تاني خلاص بعد ما عجنت العجينة خلاص انا بوريكم كوامها هبتدي اللي انا اغطاها بكيس بلاستيك واسيبها بقى لغاية لما نعمل حشوة ويلا بينا نشوف مقادير الحشوة علشان نعمل الحشوة المميزة بتاعت الحواوشي هنحتاج نص كيلو لحمة عليها نسب الدهن وهنحتاج الله ما صلى على سيدنا محمد ثلاث بصلات كبار كده مبشورين وشطة كده مقطعاها شطة حمراء على خضرة على شوية كوزبرة مقطعاهم وعندنا بقى البهارات بتاعتي لو عندك بهارات حواوشي تمام ما عندكيش هتحطي توم بودر بصل بودر بهارات بابريكا ملح الله ما صلى على سيدنا محمد فلفل اسود تمام ومعايا كمان طمطماية بشراها اول حاجة هجيب اللحمة المفرومة بتاعتي طبعا اللحمة تكون مفرومة وعليها نسبة دهن زي ما قلتلك هحط عليها طمطماية كده كبيرة بشراها او طمطمتين بشراهم اللهم صلى على سيدنا محمد وهنزل كمان بالفلفل او الشطة اللي انا مقطعاها وشوية الكوزبرة وجميع التوابل اللي عندي التوابل زي ما قلتلكو بابريكا فلفل اسود بهارات بهارات لحمة ملح كمان شوية ارفة وطبعا البصل وهندعك ده كله مع بعضه هنبتدي ندعكه كده او نعجينه كويس اوي يعني كده مع بعضه عشان التبهارات بقى والملح وكل المكونات دي كلها تختلط مع بعضها وكل ياخد من بعضه عجينهم كده عجنة كويسة وابتدي اللي انا ايه اكورهم بقى كور صغيرة على حجم الرئيف اللي انا هعمله طبعا انا هكور العجين وهاعد العجين هشوفه كم كورة كمان وكمان هكور اللحمة على قد كمية العجين او كمية العجين هكورها على قد كمية اللحمة تمام هي كده الخلطة جاهزة معايا مش هحط عليها اي حاجة ولا هحطها على النار خلطة الحووش يا جماعة ما بتدخلش النار ما تخفيش وتقولي ان هتفضل اللحمة طرية جوه العيش لا ما تخفيش خالص سواء انت هتعملي العجينة عندك في البيت او ان انت هتحطيها في عجينة جاهزة او في عيش جاهز يعني اللهم اصلا على سيدنا محمد ما تطيبش الحشوة بتاعت الحووش لان كده مش هتبقى حووش هتبقى فطاير ما تخفيش خالص اللحمة المفروبة ما بتخدش سواء على النار يعني هتستوي ما تقلقش خالص منها هتهد النار بس وهتتبعي كل النصيح اللي اقولك عليها وان شاء الله هتستوي وهتبقى حلوة او معاك تمام ادي العجينة بعد ما اختمرت كده وبقت حلوة هبتدي اللي انا اكوارها كوار كده صويرة نفس الحجم كده اللي انتوا شايفينه اهيات الكوار انا بوريكو بس العجينة ادي هي طرية وفي نفس الوقت مش لابسة اوي لا هي طرية اوي ولا هي لابسة اوي حلوة او العجينة معايا هبتدي اللي انا اكوار الكمية كلها وفي نفس الوقت انا كنت كوارت اللحمة انا عملت بالكمية اللي قدامكو دي 15 كورة من اللحمة وكمان عملت اللهم اصلا على سيدنا محمد 30 كورة من العجين بحيث انها هيبقى تحت كده كورة اللهم اصلا على سيدنا محمد افرد كورة تحت وبعدين افرد كمان عجينة احطها على وش الرغيف هتشوفوا معايا دلوقتي كل حاجة طبعا الرخامة بتاعتي مخصولة متوضوة للعجين دهناها شوية زيت كده علشان العجين ما يلزقش فيها وابتدى اللي انا افرد اول كورة معايا من العجين وهفرد الكورة التانية هيبقى في كورة بقى تحت وكورة فوق والحشوة في النص تمام انت لو حابة تعملها زي الحجاب كده ما فيش مشكلة خالص الشكل يرجعلك انت يعني انت هتفرد الكورة وتحطي في نص الكورة كده في نص الريف كده العجينة بتاعت الحشوة معاك الحشوة وبعد كده تقفلي عليها زي حجاب ما فيش مشكلة خالص الشكل اللي ريحك انا هنا فردت عجينة وبعد كده بالشوكة كده يعني شفت الحركة دي مسكت الشوكة وقعدت انغس كده في العجينة علشان انا عايزة العجينة كده تشرب من الحشوة وفي نفس الوقت الحشوة تستوي جوه خلاص فردت الكورة بتاعت الحشوة هحط عليها العجينة التانية وابتدي اللي انا قلم من الجوانب كده من الاطراف زي ما انتو شايفين وفي نفس الوقت هجيب شوكة بعد ما خلص لما كده هجيب شوكة واتك عليها بحيث ان هي ما تفكش مني ويبقى كده الرغيف خلاص خلص هحطه في ساق طبعا ساق من اللي هيدخل للفرد نقصانية اي حاجة هتدخل الفرد تمام هتتهينيها شوية زيت بس وهتحط فيها بقى العجينة على طول زي ما انتو شايفين كده عملتها بالشوكة من الاجناب وبالشوكة كده من فوق برضو خرمتها هبتدي اللي انا اشيلها واحطها في الصاج اللي قدامكو ده اللهم اصلى على سيدنا محمد برحة كده واشيل واحطها في الصاج اهو بس عشان هي هتلمتها لبعضها عشان انا ميلت الصاف بس هتجدها تاني تقلقوش هوريكو كمان رغيف هتفريدي اول كورة كده من العجين تمام ويتجيبي كمان كورة تانية وتفريديها نفس الحجم هوريكو بس الرغيف ده عشان ما طولش عليكو وبعد كده هعمل كل الكمية وارجع لكو تاني هجيب الشوكة واخرم كده الرغيف من تحت وابتدي احط كورة اللحم في النص كده الرغيف وافردها عايز اقولك كل ما اتقطري الحشوة جوه رغيف الحووشي كل ما يبقى طعمه حلو كده ويبقى طري معاكي تمام في مكانيتك اللي انت تزودي حشوة زودي هيتلع حلو قوي معاك بص جميدي قلبك ما تخفيش اللحم هتستوي السخونية والحرارة بتاعت الفرن كده او حتى لو هتستويه عطاصة هيسخن اللحمة جوه وهيسويها ما تلاقيش اللحمة المفرومة ما بتاخدش وقت زي اي لحمة يعني ما تلاقيش هتستوي بسرعة وطبعا باللم الاطراف زي ما قلتلكم وبالشوكة وهن نضغط كده على الاطراف تمام ما عالش بقى طولت الفيديو عليكو بس عشان البنات اللي لسه اول مرة تعمل اللي حووشي تشوف كل حاجة قدامها ما تقولش اللي احنا برجلناها وصرعنا الفيديو ما استفادتش حاجة اللي حابب اللي هو يصرع هو الفيديو يصرعين الخطوة اللي بعدها ما فيش مشكلة خلاص طبعا نغزنا الرغيف كده من فوق بالشوكة بنعمل كده ليه مش عايزة الرغيف يقب معايا انا عايزها يبقى كده عشان اللحمة جوها تستوي اخلص بقى كل الكمية وارجع عليكو تاني وده بعد ما خلصت كل الكمية عملت ما شاء الله صاحبين حلوين ابتدي اللي انا اروح الفرن بقى واسويهم في الفرن بتاعي ودخلت اول صاق وتهدي عليه بقى من تحت كده ومن فوق عايزة يتلدن كده ويستوي كويس عشان اللحمة جوها تستوي مش عايزة ان انا اقوم مش عوطة من فوق ومن تحت يعني احمر بسرعة من فوق ومن تحت واللحمة نية لسه جوه انا عايزها كده برحته تمام انا يا دوب دخلت شوية صوارين خمس دقيقة طلحت تاني باتهن الوش كده بالسمنة تمام هاتهن الوش وش الرغيف بالسمنة وبعد كده ادخله تاني يعني هو دلوقتي عاد في جوه الفرن خمس دقيقة وبعدين دهنت وشه كده سمنة ودخلته تاني وقادي تاني اهو بعد ما دخلته شوية هسيبه كمان شوية صغيرين وبعد كده اطلعه احط الصجد تاني خلاص خلصت كل الكمية عشان ما دقولش عليكو انا بس اقطاحت الجزء ده وقادي الحواوشي بعد بحطيته في حلة كده في ورق وغطيت عليه ليون كده اطيري زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله حل وقاوي طعمه والريحة بجد الريحة كانت قلب الدنيا واللحمة من السوية جوه زي ما انتوا شايفين كده طالما اللحمة معاكي مش حمرة ايه يعني هي دلوقتي مش باينة مش باينة ان هي حمرة يبا هي كده استود قدميه باي طريقة تعجبك عايزة تقطعينو الصين كده زي ما نمقطعوه ماشي عايزة سيبيه سليم كده ماشي تمام زي ما انت حبه وطبعا معروف الحواوشي بيتاكل معاه اي مخلل اي مخلل وفي نفس الوقت الشطة الخضرة واحلى وجبة غداء او عشاء وما كلبتش كتير كل حاجة موجودة في بيتك لو ربع كيلو لحمة بس هزاود عليه بصل وشوية فلفل اغدر وفلفل الوان المتواجد عندك وهتمشي حالك وتعملي وجبة عشاء او وجبة غداء جميلة جدا نتمنى لتعجبها الوصفة النهاردة لو هي مش مشتركة معايا اتفضلي حضرتك نزلي تحت الفيديو هتلاقي كلمة اشتراك موجودة باللون الاحمر اضغطي عليها هيظهر لك الجرس فعال الجرس يعني اضغطي على الجرس وهيطلع لك اختيارات اختاري الكل علشان اي فيديو انا ازيله جديد او اي وصفة انا ازيلها جديد ليوصلك اشعاري بيها ويبقى بكده انت انضمت لعليتنا الجميلة واهلا وسهلا بيك في قناة المتوضع نورتني والله واتمنى ان اكون دايما تحت حسن ظرنكم واي سؤال اكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليكم ما تنسوش بقى شجعوني باللايك اسيبكم في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته